نحن اليوم مثل ما تفضل زميني عبد الرضا نحن موجودين في ثانوية صباح الناصر الصباح بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية وهذه المدرسة في الثانوية في منطقة العيون لكن الحلو والجبيل والشيء المميز في هذه المدرسة أنهم عملوا لوحة جدارية ولوحة جدارية يمكن خلنا نتكلم عنها أكبر لوحة بالعالم من قصاصات الورق والمجلات وهذا فن الكولاج رح يتكلم عنها أكثر وأكثر في إشراف التربية الفنية أكثر رح تكلم عنها معنا الأستاذ منصور الضفيني ومدير ثانوية صباح الناصر الصباح بنين في منطقة العيون في منطقة الجهراء التعليمية الأستاذ منصور يعطيك العافية صبحك الله بالخير وعساكم على القوة يعطيكم العافية ومشكورين على هذه الزيارة لتوضيح الجدارية اللي موجودة اللي رح ندش فيها إن شاء الله موسوعة كنس للأرغام الغياسية إن شاء الله أستاذ منصور حناك كبداية ودنا نسأل يعني هذه اللوحة أكيد إن استغرقت فترة طويلة لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا ستة شهر أكثر لكن ودنا نعرف شلون عملته هذه اللوحة الجدارية وجدارية حلوة يعني باسم شي جميل بعنوان قائد الإنسانية من الماضي والحاضر صحيح هي كانت الفكرة إن أنا بنقدم في منطقة الجهراء التعليمية في ثانوية صباح الناصر كطلاب ودارية وتدريسية نقدم شي لصاحب السمو هدية صغيرة في ظل المبادرات اللي يقدمها حق الشباب بشكل عام فكانت البادرة هذه في الجدارية استمرت لمدة سنتين على مدار سنتين شغل طلابي مية وثنين وعشرين طالب في منهم الحين تخرجوا في جامعة الكويت والمعاهد الثانية تقريبا مية وثمانة واربعين ألف قصاصة ورقية تقريبا جهد صبح وعصر في المدرسة كل هذا نبندش الموسوعة كأكبر لوحة جدارية على مستوى العالم وإحنا دشينا وحتى فريق الموسوعة جاءنا وشيك عليها وإن شاء الله خلال الأيام القادمة هذه تطلع النتيجة ساد بنصور الآن كاميرا تقعد تاخذ لقطات على اللوحة الجدارية ولوحة جميلة جدا إحنا نشوف ما شاء الله صورة سيدي حضرة صاحب السمو حب الله ورعاه كذلك بالإضافة إلى يعني معالم الكويت ما شاء الله من كثير يعني ما شاء الله جمعته أشياء كثيرة من الماضي والحاضر ومو سهل يعني لما أنت تتيب القصصات ورق وتلزقها يعني صجب فعلا العمل كبير جهد جهد كبير يعني إذا شايف تبدأ أول شيء من تاريخ الكويت كله إحنا خذينا منجزات الكويت على مدار تاريخ منذ البداية إلى ما وصلنا فيه من جهد فهذا اللي تشوفها أنه مراحل تاريخ الكويت من وإلى وإن شاء الله اللي راح نوصل وياه مع صاحب السمو اللي هي نظرة الكويت عشرين خمسة وثلاثين هذه تعطي صورة حق الكويت برى الكويت يعني لأي شخص برى الكويت يشوف الفكرة هذه تعطيه فكرة عن دولة الكويت الدولة الصغيرة هذه اللي بنوصلها للعالمية وإن شاء الله النتيجة ندش الموسوعة هذه واللي راح ترفع يعني راية الكويت بره وخاصة مبادرة قائد الإنسانية اللي هو شيخ صباح لحمد حفظ الله ورعاه السيد بنصر لو نتكلم عن طريقة تجميع الغصاصات الورقية شون طريقتها هل من جرائد هل من مثلا مجلات معينة أو ممكن يعني وصيت الشباب أن لا بدنا تكون مثلا من أشياء معينة تكون موجودة يعني ودنا كذا حتى نوضح للمشاهد الكريم هي الفكرة كانت في عملية التدوير يعني تخيل 148 ألف قصاصة ورقية يعني تخيل كمية الجرائد والمجلات هذه اللي بدل ما تنحذف إحنا جمعناها ولو وريك المخازن اللي موجودة شذي شي كبير شون تم القص شون تم الترتيب شون تم التجهيز يعني مو شي سهل سنتين عمل سنتين عمل عشان توصل للفكرة سنتين عمل مو بس لوحة بس فقط لا شون عملية التدوير الأوراق هذي والمجلات وهذي يعني مية وثنين وعشرين طالب بجهد مية وخمسة وثلاثين مدرس معلم وإداري شي طلع منه هالصورة اللي تشوفونها حتى السيد بنصور لما تتمشي على لوحة الجدارية تحس أنك أنت قاعد تتمشي على معالم الكويت تشوف الشغلات التراثية الحلوة الجبيرة البادية البحر تشوف يعني المشارة جمعته كل شيء كلها كلها معنا حن يعني أطياف المجتمع الكويتي البداية والنهاية القديم والحديث المجتمع الكويتي الصحراء والبحر كل هذا تشوفها يعني أنا وديت تدقق على صورة صاحب السمو تشوف نظرة التفاؤل إلى الكويت القادمة سيد مصور فكرة منه هذي هالفكرة مدير المدرسة فكرة الطلبة فكرة التدريسية والله هي كانت فكرة طالب البداية كانت فكرة طالب وإحنا بدأنا الفكرة كانت صغيرة وكبرت العدد كبر كل مالها وتتسع الفكرة ليه ما وصلنا المرحلة اللي قاعدت تشوفونها هذي فإيه كانت مرحلة طلابية وكانت الفكرة أن سيد صاحب السمو يعني مشجع المبادرات الشبابية اللي موجودة الآن فكانت يعني إحنا ما شاء الله يعني قدوتنا صاحب السمو في دعم المبادرات فكانت هذه مبادرة الطالب شجعناها وبدأنا نتوسع فيها أسأل الله حفظة سيدي حضرت صاحب السمو حفظ الله ورعا لكن إحنا الآن دخلت وهذه المسابقة مثل إن شاء الله تتوقعون إن شاء الله النتيجة ودخولكم مجموعة قنس للأرغام الغياسية هي يفترض أن شهر إبريل إن شاء الله تطلعنا النتيجة وهي إن شاء الله مؤكدة لأنها يتعتبر أكبر لوحة جدارية في العالم في الفكر هذا في الفن هذا وإن شاء الله أنها يعني أواسط شهر أبريل 2017 تطلع النتيجة إن شاء الله ونكون وصلنا فيها إن شاء الله إن شاء الله من تلفزيون الكويت وبالذات من برناج الصباح الخير